موسيقى مساء الخير مع انتشار السوشال ميديا ناس كتير النهاردة بقى عندها خلفية عن معظم الأمراض النفسية وده بجد كل مرض معناه ايه؟ طب يا أشهر أعراضه بس هل ده معناه؟ ان اي حد ينفع يشخص نفسه بمرض؟ طب هل يقدر يحدد اذا كان هو مريض ولا لأ؟ ده السؤال اللي عاد تسأله النفسي وانا بذكر قصتك يا هاجر بعتت تقول لنا انا عندي شيزوفرينيا طب انت عرفت منين؟ تعالوا نسمع القصة من أولها ونشوف هاجر بعتت تقول لنا ايه؟ اسمي هاجر من محافظة أسيوت عندي حاليا 17 سنة وفعل معلوم سنوية عامة قبل اي حاجة عايز اقولك يا سيلي ان انا متابعة حضرتك بستفاد جدا من برنامجك اللي بيعلمني خبرات كتير من قصص الناس تانكيو حبيبتي وده اللي شجعني ان انا بعتلك النهاردة لان موضوع الطب النفسي استهواني في الحقيقة بدأ تقرأ ودور فيه لحد ما عرفت اشخص حالتي ان عندي شيزوفرينيا قبل ما اكلمك عن مرضي خلوني الاول احكلكم حكايتي انا يا سيلي عندي مشاكل كتير في حياتي من يوم ما اتولدت لحد النهاردة مشاكل عائلية مع جدتي ماما وخلتي وخواتي كل البيت فيه مشاكل وانا اللي تعبانة من وانا صغيرة بتهان وبتشتم والدنيا كلها وقفة ضدي ماما واخواتي بيت ترياءوا علي دايما كل يوم اسمع ترياءة منهم يفضلوا يقولوا لي انتي بش تنفايا في حياتك عمتي وجدتي طردوا ماما من البيت بعد ما شتموها وهانوها رغب من ان ماما وبابا اصلا قرايب هو ابن خلها وهي بنت عمته مش عارفة ازاي قرايب يعملوا في بعض كده غير بقى اهلي وقرايبي كل الاشخاص اللي بعرفهم في حياتي مش بيتقون يا سالي سواء كان في النادي او في مكان تاني بروحهم وده بجد مش تهيئات الدنيا كلها وقفة ضدي يعني ايه هجر كل الناس ضدك يا حبيبتي في كده تعالوا نكامل يا سالي انا مفيش يوم نمت فيه الا وانا معياطة من كتر اللي بتعمل فيه او بيحصل حوالي مش عارفة اذاكر ولا ابتدي حياة جديدة بس مع ذلك عندي مواهب كتيرة قوي زي مثلا اني بحب القراية كنت بروح صيدلية اتضرب مع واحدة قريبتي دكتورة صيدلانية بحفظ قرآن وبالعب رياضة الكاراتين ونفسي اشتغل واطور من نفسي عايزة كون الاولى عالجمهورية ودكتورة قلب اطفال عالمية زي دكتور مكدي عقوب عايزة اساعد الفقرة اعالج كل طفل مريض وقلبه بيوجعه بس مش عارفة اعمل ايه عشان احقق الاحلام دي طيب ابدأ ازاي وانا بصراحة متأخرة في التعليم مش باخد دروس واخترت اخد السنوية العامة ما نازل حابة اساعد ابويه وامي وفرحهم بس للأسف انا مريضة نفسيا وجسديا وعندي شيزوفرينيا بحب اعود لوحدي دايما مش طائقة مش طائقة قاعد في البيت ممكن انتحر في اي وقت لاني ما بقيتش عارفة شخصيتي خالص ساعة حنينة ساعة طيبة وساعة قوية وكل دقيقة بشكل كل الاعراض دي هي اللي خلتني ان انا اشخص نفسي بانا عندي شيزوفرينيا وانا بصراحة المشاكل دي كلها عندي من زمان كنت بعافر بس حاليا متضمارة ووقات من كتر الحالة النفسية اللي بتجيلي ببعيزة اهرب من البيت بس اهلي بيصعبوا علي كزا مرة حاولت انتحر بس ربنا كان بيديني عمر جديد يعني مرة اعدت قطع شراييني بالموس ومرة حاولت اكتم نفسي عشان اموت وحاولت قبل كده ارمي نفسي قدامه عربية بس في الاخر مش باموت وبجد انا مش حابة اعود في البيت نفسي اسافر وابعد واشتغل اشتغل على نفسي بس اهلي مش موافقين انا بحاول اتابع مع دكتورة نفسية من وراء اهلي بس المبلغ كبير جدا علي لما بقول لأهلي عايزة اروح لدكتور نفسي بيقول لي بطلي دلع وتمثيل بقى ويترياقوا علي اكتر ودولي اعمل ايه طيب لحد هنا وخلصت رسالة هاجر عايزة اقولها في الاول انه يعني ايه اعتقد ان انتوا لاحظتوا انه فيه بنات كتير من الصغيرين بالذات بيبعتوا لنا بيقول لهم مكانة كده في قلبي ليه لانه ده الجيل اللي جاي وده الجيل اللي هنشتغل عليه وده جيل بكرة هما بكرة هما المستقبل فما احترامي لكل الناس اللي بيبعتوا لنا وكلهم على راسي بس انا بحب السن ده قوي وبحب اتكلم معاه خصوصا لو مش فاهمين نفسهم هما اللي هيجوا في يوم وهيساعدونا زي ما احنا بنساعدهم عايز اقولك على حاجة هاجر انه مش طبيعي ان انا اصنف نفسي و اشخص نفسي بمرض او اقول ان كل الناس مش طيقني انا ساعة حاجة وساعة حاجة ومش عارفة انا عندي ايه بس بقولكوا ايه انا عندي شيزوفرينيا بش هكس ما كده طب انتحر؟ لا اسئلة كتيرة قوي استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن هاجر من قصيوت عندها 17 سنة بتحلم تبقى دكتورة بس هاجر قالت ان عندها مشاكل كتير في حياتها من يوم ما تولدت فيه مشاكل مشاكل عائلية مع جدتها مع مامتها وخلتها واخوتها من وهي صغيرة اشتموها بيهنوها الدنيا كلها وقفة ضدها ده حسب كلامها وبعدين اتكلمت عن مامتها قالت ان عمتها وجدتها طردوا مامتها مع انهم قرائب بيشتموها وبيبهدلوها قالت كمان ان كل الاشخاص اللي بتعرفهم في حياتها مش بيطقوها سواء بقى كانوا صحاب نادي او اي مكان بتروحه كل الحاجات دي خلت هاجر تحس ان ايه عندها شيزوفرينيا هي شخاصة نفسها بكده خصوصا ان ايه بتحب تقعد لوحدها دائما مش طيقة تقعد في البيت شوية تبقى حنينا شوية تبقى قوية كل دقيقة بحال تغير كمان ان ايه عندها ميول انت حرية ودي كارس خلتها تحاول ان اتقطع شرينها قبل كده بالموس ومرة رمت نفسها قدامها عربية كل مرة ربنا كان بيكتب لها عمر جديد نفسها تلاقي دكتور نفسي عليها عشان تبقى الأولى على الجمهور تبقى دكتورة قلب عالمية زي دكتور مجد ياقوب وتساعد الناس الفقرة وتعالج كل طفلة مريض وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمود استشاري الطب النفسي عشان نشوفها نعمل ايه هنتخنى النهاردة لا لا ان شاء الله ما نتخنىش لأنك بتيكي تستنى الخنائق كل مرة ليه تستنى الخنائق كل مرة هذا السوق بتاع الحلقة فهه ام ما نستنى أقراّه انتي اللي ما بتدينيش فرصة فمدقت خاني يايني يا دكتور يا sets SPEAKER هي الم burl اه还 ه spheres بالعربي بيكتبوها شيزوفرانيا. شيزوفرانيا احنا مصطلح شيزوفرانيا. بالإنجليز سكيزوفرانيا. لأنها كلمة ألمانية أصلاً. بس الناس اللي بتنطاقها باللغة الدرجة يعني قصدي في البيوت أو كده بنقول شيزوفرانيا. هو للأسف يعني الناس كمان عندها اعتقاد خطأ. ان الكيزوفرانيا دي انه الشخص عنده يقولك فصام يعني عنده شخصيتين. هو مش عنده شخصيتين ولا حاجة. هو مالعنده ايبا. الاطراب اللي عنده شخصيتين اللي هو زي سعاد حسني فيلم بئر الحرمان. ده كان ايبا. ده كان بايبولر؟ لا ده اسمه DI. Dissociative Identity Disorder. التراب الهوية الانشقاقية. تمام؟ كان فيه فيلم أجنبي اسمه سبلت. كان عنده 11 شخصية. ده اللي هو DI. اللي هو Dissociative Identity Disorder. واسمه الأديم كان Multiple Personality Disorder. مالتفل يعني كزا واحدة يعني. طراب الشخصي المتعدد أو طراب الهوية الانشقاقية وده اسمه العلمية طب أعمل الشيزوفرينيا كما نقوله احنا وسكيزوفرينيا زي ما انت بتقولها يا دكتور معناها اي بقى دي اللي هو أحمد حلمي في أسف على الإزعاج اللي هو بيتخيل الناس مش موجودة بالزرد كده السكيزوفرينيا ده الطراب من الاترابات الزهنية يعني ايه زهان زهان هو خلل في وظايف الزهن تمام من ضمن وظايف الزهن وظافتين أساسيين وظيفة الإدراك ووظيفة التفكير طب ويقول الناس كلها مش طائينه الوظفتين هقولك ها الوظفتين دول هم الوظفتين الأساسيتين اللي بيحصل لهم أو بيتأثروا في اطراب الزهان أو بالتحديد السكيزوفرينيا نحن تكلم عنها نهاردة السكيزوفرينيا عبارة عن أعراض سالبة وأعراض موجبة يعني هو التعريف بتاعها كده أعراض سالبة وأعراض موجبة الأعراض الموجبة دي اللي هي بتكون حاجة من أربعة هلاوس ضلالات أو سلوك غير محكوم أو غير منتظم أو كلام غير منتظم تمام؟ بنسميها كده ديليوجينز يعني ايه ديليوجينز؟ يعني أفكار سبتة رسخة ما بتتغيرش بالمنطق الناس كلها بتكرهني الناس كلها ضد دي فكرة سبتة رسخة كل ما حد يقابلني ما يطقنيش بالزبط كده اللي احنا شوفناها عندك دي فكرة سبتة رسخة في دماغ المريض ما بتتغيرش بالمنطق إنه مترائب إنه الآخرين بيأزوه بيتطهدوه كلهم بيغيروا منه إنه الآخرين بيغيروا منه بس دي يعني أغلبية البنات دي حرام والله إنه هو ماشي في الشارع بيحس الناس بتشاور وتتكلم عليه أكتر من كده بقى إنه الضلالات تكون غير منطقية بنسميها بيزار ديليوجينز فيقول إنه المخابرات الأمريكية شرحة زرعة شريحة في دماغه دكتور حمود أو إنه ما هيديش اسمها ضلالات غير منطقية هو المريض بيقول كده وفيه فرق ما بين الهلاوس الحقيقية والهلاوس الكذبة وفيه فرق ما بين الهلاوس والوساوس هقولها دلوقتي بس بحوار كبير قوي لا أخلص أنا أعيز أفهم خليني أخلص الدلالات الأول الدلالات ده أفكار سبتة رسخة في دماغ المريض ما بتتغيرش بالمنطق فنقعد ننقشه هي مش هتتغير اللي هيغيرها الحاجة العيدة الدواء تمام الأفكار دي يتكون ضلالات التهدية يتكون ضلالات فقر يتكون ضلالات عدمية يتكون ضلالات تسمم يتكون ضلالات عظمة فيقول لنا المهدي المنتظر أو إننا المسيخ الدجال أو هكذا دي اسمها ضلالات خلاص الحاجة التانية حاجة اسمها هلاوس الهلاوس ده خلال فوظيفة الإدراك الهلاوس دي بتكون حاجة من خمسة يعني إحنا عندنا حواس خمسة فالهلاوس ممكن تكون أي حاجة منهم هلاوس سمعية أو هلاوس بصرية أو شمية أو تزوقية أو حسية الأشيح في الطب النفسي هي الهلاوس السمعية المريض يقول أنه بيسمع صوت بيكلمه بس إحنا نقوله كده الصوت ده بيكلمك في ودانك ولا في دماغك لو قال لي في وداني يبقى الصوت ده هلاوس لو قال لي في دماغي يبقى وساوس وساوس يعني ده أفكاره هو بيسمعها على أنها صوت بيكلمه لكن هلاوس لا بيسمع صوت تاني تديني دقيقة بس أكلم الكاميرا في حاجة ممكن تبطلوا تشخصوا نفسكو وتقرؤ لأنه عمركم ما توصلوا لربع العلم اللي الدكاترة النفسيين اتعلموا شكرا نفضل يا دكتور أنا عايز قبل ما أكمل بقى عشانا أنا متغازة قوي قبل ما أكمل السكيزوفرانيا أنا عايز أعلق علي أنت يقولتي ده في حاجة اسمها جوجل سندروم متلازمة جوجل الناس بتخش على جوجل وتكتب الأعراض وتشخص نفسها لدرجة أنه جوجل بقى اسمه جوجل سندروم متلازمة شخصة في الطب النفسي اسمها متلازمة جوجل اللي هي اضطراب ألأ المرض أو اعتلال الصحة يخشوا وعودوا يكتبوا بجوجل بقى بيطلع لقوا الإحصائيات إنه جوجل بيطلع من التلت للتلتين المرضى عندهم سرطان أي أعراض هتتكتب تلتين المرضى هتطلع عندهم سرطان وبعدين مصيبة أنه فعلا أنا سمعت أنه فيه ناس بتجري وراء الحاجات دي بيجي لها المرض لو بيجري وراءه اه بزرعة ات ملك انت ملك ات ملك دي بحالنا يا بني اللي بيخاف من العفريت بيطلع له بزرعة كده فجوجل دي الإحصائيات عملوا إحصائيات على عدد العينين اللي بيخشوا لقوا من التلت للتلتين بيطلع جوجل بيشخصه بطلعه ده زي من الحب ما قتل من العلم ما قتل فهما لما يحسوا بقى أنه عندهم سرطان يبدأوا يعيشوا فقاله أكتر فالأعراض اللي كانت عندهم تسوق أكتر فبدل ما يخف ولا يتحسن ولا يتطمن لأ يبقى قالوه أكتر من الأول طب يعني هي إزاي شخصت نفسها أنه عندها سكيتسوفين ما هي بقى دي الغلطة بناء على إيه بقى بناء على إيه بقى نقولنا على كل الحاجات الموجود نقولنا على كل الحاجات الموجود فهي شافت أنه إحساسها أنه الآخرين متضايقين منها هو ده ضلالات أنا لسه ما كملتش بقية الأعراض خلني أكمل طب بقية الأعراض من عشان كده بقى بقول لك بقى ليه بناء على إيه اللي موجود كمان في القص خليني أكمل طب بقية الأعراض الفصل فالهلاوس زي ما قلنا ممكن تكون هلاوس سمعية وممكن تكون هلاوس شمية أو تزوقية أو بصرية أو حسية الأشي عندنا هو الهلاوس السمعية لسه يعني تزوقية دي تزوقية يعني حس أنه فيه طعم في بقه هو كأنه بيدوق حاجة ومفيش حاجة ما حتطبقه من هلاوس كلمة هلاوس تعني إدراك بدون مثير يعني إيه إدراك بدون مثير يعني مفيش صوت بس هو سمع صوت تمام ودي تفرق عن حاجة اسمها خطأ التأويل أو بنسميها الإليوجين اللي هو الفهم الخاطئ للمسير هما فيه فعلا حاجة بس هما شافوها حاجة تانية ده اسمه خطأ تأويل ده اسمه إيه إليوجين عشان كده الصحرى بره بيسموهم إليجينيست وفي فيلم أجنبي مشهور يعني لك خداع بصر يعني آآ اسمه إليجينيست اللي هو صانع الوهم هو بيعمل وهم ففيه حاجة فعلا إحنا شايفينها بس بمفسرها إيه حاجة تانية ده الإليوجين لكن الهلاوس اللي هي الهلاوس نيشنز مفيش أصلا مسير وهو بيدوق حاجة مش موجودة بيشم ريحة محدش أمامها غيره بيشوف أشكال هو الوحيد اللي شايفها مش موجودة أو بيسمع أصوات هو الوحيد اللي سمحها مش موجودة غالبا في الطب النفسي الأصوات هي أشي حاجة بعديها الأشكال الأصوات بقى زي إيه إنه يقول كده لازم نسأله ونتأكد إنه ده من ودانه مش من دماغه عشان نفرق ما بين الهلاوس ولا زاوس الحاجة التانية لهو الهلاوس لها دواء والوساوس لها دواء طبعا الوساوس حاجة الوساوس ده اضطراب في التفكير لكن الهلاوس ده اضطراب في الإدراك دي حاجة ودي حاجة تانية خالص ماش فهيبدأ بقى إيه نسأله هو صوت راجل ولا صوت ست طب هو بيقول إيه إيه ده يعني إيه الفرق الهلاوس ممكن تبقى صوت راجل بيسمع راجل بيكلمه ممكن يسمع ست بتكلمه إيه الفرق الفرق كبير جدا في الأشر أنا في حد بيكلمني أيوة بس لو هو صوت راجل تمام فهنا الهلاوس بتقودني في اتجاه تاني في اتجاه معين يعني من الأمراض ولو صوت ست ده بيقودني من حاجة تانية وأنا مش باسأل هنا عشان أحدد الفرق أنا باسأل هنا عشان أتأكد أن الصوت محدد هو سامع صوت محدد لو قال لي مثلا عارف ييفرق ما بينهم عرضك بالزبط كده الصوت واضح عشان أتأكد أن دي هلاوس حقيقية مش هلاوس كاذبة فهو الصوت واضح لدرجة أنه قادر يميزك عن صوت راجل ولا صوت ست إيه العلم ده دكتور حمول أو يقولي أو يقولي الصوت إيه يقولي إيه ده 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 احنا وصلنا لده نحن داخلين بتشخصي نفسك ايه؟ او يقولي الصوت ده شبه صوتي الصوت ده لما يقولي ده شبه صوتي وصوت راجل غالبا ده وساوس فهرجع اتأكد انه ده الصوت من دماغه ولا من ودانه فهلاقيه غالبا من دماغه طالما هو بيقولي شبه صوتي اه تمام؟ طب لو واحدة ست هو بقى بيسمع اصوات خاني اكمل بس الحكاية هو بيسمع اصوات رجالة لو اصوات ستات اصوات رجالة بتقول ايه؟ بتشتمني تمام؟ هي الاصوات المفروض تبقى بتعمل حاجة من ثلاثة يبتشتم يبتقمر يبتعلق على التصرفات ده ايه ده؟ برة الثلاثة دول ما تعتبرش هلاوس اصلا تمام؟ وما يقدرش يستدعيها لو قلت له تقدر تسمع الصوت دلوقتي فقال لي اه انا سمع الصوت بيقول ايه فيقول لي اي حاجة كده يبقى دي هلاوس كذبة او هو بيستهبل لانه ما يقدرش يستدعي الصوت تجي تهزر معانا هنا كل ما قاعد قدامه الصوت ما يجيلوش المفروض فلو جاله هو كده الهلاوس ما بتجيش الا لو هو قاعد لوحده فعشان كده هو بيتجنب ده لدرجة انه الاحل يشوفوا السلوك الهلوسي ويسألوه انت بتكلم مين؟ يشوفوه قاعدت القدر بيكلم نفسه فلو انت بتكلم مين؟ ده ما ممكن مش حد هو بينكر السلوك الهلوسي الموجود عشان هو مش هيقلهم ان فيه صوت بيسمعه بيكلمه انا عندي سؤال مهم جدا بعد كل انت قولته ده مع ان فيه اطفال ده لسه دي تاني حاجة ده لسه فيه حاجات تاني لا استني لازم واقفك بس في الحتة دي بليز يا دكتور بجد لانه فيه اطفال بتقعد تكلم نفسه ويبتلعب بلك ده بينمي الادراك وبيخليه بقى اسكت انا بخاف لا ده حاجة تانية ده عادي ده اسمه اماجن ريبلي ده جزء من نمو والتفكير عند الطفل بيقولي بلعب مع صديق خلفدي مابيظهرش شغل عندما انتي تمشي هو الاماجن ريبلي الريد اللي هو اللعب التخيلي فهو بيتخيل لان دي شخصية بيتخيل ان دا صاحبه ويقعد يتكلم مع الدبدوب ده ماجن ريبلي ده عادي هو متأكد ان الدبدوب ما يتكلمش هو بيلعب فهم الفرق يا لما ام اتقول لك كده تقول لها ده عادي ده طفلبي ده اجهUIم مددى نمي الادراك اللي هو اللعب التخيلي ده ماجن ريبلى لو قال كده هيبقى مجنون وهنقول عليه مجنون وتعالى للدكتور هيقول ايه اه فيه صوت بيكلمني انا سمع صوت لدرجة انه كتير من هم بيفسروها ان هم بيسمعوا جن فيقولك ده الجن بيكلمني ده انا ركبني جن ده انا مش عارف ايه استنى يا اخوة اما رقيك عشان انت محسود يا اما بعت اجيب الشيخ مش عارف مين يجي هيطلع اللي عليه ده الحكاية اللي لها خلال نواق العصبية في المخ بيخلي يسمع اصوات ما هو الاصوات عبارة عن ايه انا بسمع الصوت العصب بينقل الصوت اللي انا سمعته عن طريق نواقل عصبية لحد ما يوصل لمركز ادراك الاصوات فادرك الصوت وابدأ افسره وكل ده احنا لسه في السكتر فالنواقل العصبية عارف لو شخصت نفسك تاني انا انا فيها اجيلك ده كل ده في التاني احنا كل ده في الهلاية والسكتر انا متصدق كامل يا داكتر ده كده وشخصت نفسك فالنقل العصبي ده لو بقى بيطلع لوحده من غير ما تحصل الاستثارة للعصب بتاع السمع الشخص هيفسر كلام وهيبقى يعني سامع كلام بس ما فيش حاجة قالت من غير استثارة ما حصلت للعصب العصب استثار من غير صوت فانتقل للنقل العصبي فبدأ اسمع كلام دي التانية اللي هي لإيه الهلاوس التالتة انه بقى فيه سلوك غير محكم او غير منتظم او يبقى فيه كلام غير منتظم يعني كلام غير منتظم يعني يبدأ يقول تخاريف بقى يقول كلام من الشرق ومن الغرب وكلام ملوش معنى ومش مرتبط ببعضه تمام ويقعد يقول لك اصلا سكان الفضاء بيرقبوني سكان الفضاء نزلوا زرعوا شريحة في دماغي وعملوا مش عارف ايه بيقولوا كده والله بيقولوا كده طب انت لما بيقولك انت بتعمل ايه ولا حاجة بكتب دواء على طوال سيفاش تتحكس لبك اي حاليا انتكس اكس اه لا وهو بيتكلم ده هو سيريس هو سامع الاصوات ومقتنع بالافكار وكل حاجة طب لما حاجة بيتحك قدامه بيكون عنيف ممكن يدربه انا عارف ان انت فعلا سامع ده انا مؤدر ده جدا بس انا بحاول اساعدك انه الصوت انت بسمعه ده ضغط عليك نفسيا طب ممكن يبقى عنيف يدربنا لو احنا اتحكنا لا ممكن يبقى عنيف لو على فكرة الصوت ممكن يأمره انه يبقى عنيف يعني الصوت ممكن يقوله اضرب فلان اقتل فلان فناس كتيرة من مرضى الفصام اللي بيقتله بيبقى ده نبع من اردر مش احنا قلنا الصوت هيكون بيشتم يبقى عنها التصرفات فهو ممكن يؤمره انه يقتل حد فيقتل حد لا يا دكتور حمودة دي كارس او يؤمره انه ينتحر بقى اغلب المرضى الفصام اللي بيقتله بيبقى الصوت بيأمرهم او ان الضلالات تمكنت منه فهو بقى عن دكتورة عن نمه بتقذيه وبتحط له سم في الاكل فيقوم قاتل امه بتهيالي القاتل ده اخر مرحلة يعني ده اخر مرحلة بيوصل لها ده لما يكون احنا اجهلنا هذا المرضى ما هو ده ما احنا بنتجهله تعال بقى بما اننا احنا في مصر حد انتخلصت الخمسة الاول اه لا لسه بفضلك واحد احنا كده اه احنا في الرابع انا لا انا بركزها معاك اول مرة لا شو بيبقىك عليك الاعراض السالبة الاعراض السالبة دي بنسميها 5 is او الخمسة اللي بيبدأوا بحرف الاي واحد الوجيا يعني فقر الكلام كلامه لاي القوي يبقى كان رغاي قبل ما يصاب بالمرض وبعد ما يصاب بالمرض بقى الكلام رغاي بقى لاي القوي لدرجة بتسحابي منه الكلام اتنين يعني ما فيش تفاعل اجتماعي وبقى منعزل اجتماعيا ثلاثة ما فيش ارادة ما عندوش ارادة ان يقوم يغسل وشه ويستحمى فتلاقيه بقى مهمل في نظافته ومهمل في كل حالة تلما تيجي تيجي وقع وبيسقط في الكلية ومش بنتفعل مع حد اربعة افكتف لاتنس يعني ملامح وشه وبقيت مسطحة ولا بيبان عليه فرح ولا بيبان عليه حزن ولا بيبان عليه حاج تمام رقم خمسة بقى اه خمسة لاد انا مركزها معايا لا ادنا منعرض انا مركزها معاك وش سبهالك دي شطا كانه دنيا اللي هو فقد الاستمتاع بالاشياء تمام اللي هو يفقد الاستمتاع فقدت الشغف خلاص بقى فقد الاستمتاع بقى اي حاجة فهو الحاجات حتى اللي كانت بتصير وبيحبها زمان طب لو فيه بقى هسألك سؤالك سؤال لو فيه واحدة من الخمسة ايز دول ده ما يصنفش مريض السكاتوفرين لا هو احنا اتنين لازم يبقى فيه اتنين من ال طب وحنا كلنا عندنا اتنين من دول اتنين من الخمسة اه مش من الخمسة ايز اتنين من الخمسة ككل اه لا اقول اتنين من الخمسة ايز دول اتنين من الخمسة ككل اللي هو الضللات الهلاوس ال VERGOS هل إحنا في مصر وبالذي أنت بتشوفه وبالذي أنا بشوفه والناس اللي بنحض معies أو الواقع المجتمعي إنه أنا أقول إن إحنا عندنا ملبوس ونوديه الشيخ ونقول أن عادي جدا أنه يكون مس يعني أو لبس أحسن من أن نقول أنه مريض نفسي لأنه مريض نفسي ده بواصمة عارو وممكن يروح للأجيال اللي بعدها يمكن أن يقول أنه إحنا في بيتنا وده مجنون ده مش في مصر بس السيكاتريكيستيجما اللي هي واصمة المرض النفسي موجودة في كل حتة في العالم من أول أمريكا لحد كوالا لنبور في كل حتة في العالم مش مصر بس وده معكوس ثقافي إنساني يعني إيه معكوس ثقافي إنساني إنه إحنا لازم يبقى في حاجة هي السبب في المرض مش إحنا السبب في المرض شيخ اللي يجي يقول لك أنا هاخد جنيه فيها رياء إنه يستخدم هيبه ربنا الدهل وفده ليس شيخا ما هو أي حد بيستخدم القصة دي فهو دجال ونصاب وده مرض نفسي وقبل المشاكل فاهمين عارفين إن ده أمراض نفسية لكن اللي أنا عايز أقوله إنه ده موروس إنساني موجود من أيام الفرعنة يعني إيه يعني الفرعنة كانوا بيفسروا الأمراض على إنها غضب من الآلهة تمام؟ فهو كده بالزبط فإحنا نفسرها فلن يسامحك الرب أو الإله إذن عليك هلعنة الإله بالزبط كده أو حسد أو أي حاجة ممكنة لكن ما يبقاش السبب الشخص نفسه دايما السبب من بره تمام؟ وبالذات بقى إنه الأمراض النفسية معروف إنه ليها عمل وراسي فلما نقول اللي بيت عندها مرض نفسي ده معناه إنها مش هتتجوز لأنه ده معناه إنها هتخلف عيال عندهم المرض النفسي لا يا أخي وحتى لو اتجوزت لو أختها أو أخوها أو كده ممكن يجي في الواد ممكن يجي نفس العيب بقولك إيه بسيجي نشوف رأي الشارع إحنا شرحنا كل حاجة أنا عارفة أن أنت أنت هتخش على هاجر حامي جدا فتعالي نهدي شوية ونشوف التقرير في الشارع ونرجع تاني يلا بينا إزاي بها هي عايزة أنتحر كذا مرة وبتقول عندي يطموح وعايزة بقى دكتورة وعايزة أعمل لبابا وماما وهم أكتر الناس أنت بتتكلمي يعتبر وبتشتكي عليهم بل هو إزاي برضو كلام بالنسباني مش منطقة ده دي بوينت البوينت التانية أنا بالنسباني أنت عندك حلم إصعي وجر وراء الحد ما توصلي له إنتي عايزة تبقي دكتورة ما تقوليش لا أنتح لا إصعي واثبتي نفسك لحد ما توصلي للمكانة اللي أنت عايزةها وبعد كده تثبتي لنس كلها لا أنا إيه إنما ده مش منطق أن أنت تقولي لا أنا أتخلى عن الدكتور مشي عايزة بقى دكتورة تاريباً هتخلى عن كده وهتخلى عن النادي وتخلى عن الكاراتيل اللي هي بتلعبه وعن الأنشطة كلها ولأ أصلاً بيتتريعوا علي لأ يبقى أنت كلا عندكش حلم ده كلها أهان بقى يعتبر مشكلة فيها ولك أولاً في أهلها ليه بقى؟ لأنهما وعرضناها وطاقة سلبية بتقول لك بيتنمروا علي وبيتطريعوا علي فوسط أي حد دي برضو دي من نسبالي حقا ولط في نفس الوقت أما أنت شايفة أن البوينت دي عندهم معاك لا ما تركزيش عليها وركزي أنت عايزة إلي هنصحها بالتروح لدكتور نفساني وتعالج نفسها وإذنها تبقى كويسة وتقدر تحقق أحلامها طبعاً أنا مش معاها تنتحر خالف مهما كانت الحقيقة قاسية لكنها ما تفكرش في موضوع الانتحار ده خالف بقول لها الهاجر يخوفوا من المشاكل شوية ودي طفلة لسا عندها 17 سنة ما ينفعش التعامل اللي هي بتعامله دان واللي بتشوفه مع أهلها بابا وماما ليه تقطع شرائينها وتقطع ليه تنتحر يعني؟ عشان ده حرام أولاً وسانياً أن هي تعيش شبابها أحسن من كده المشكلة في المجتمع المجتمع اللي حواليها هو اللي عايز يحتويها بس ويضمها لصدره وفاهمها بالراحة أقول لها لها خليه عندكو رحمة شوية دي بني أدمة ويكون في أدمية عندكو واتحملوها لحد ما تطلع من اللي هي فيه والله يا حضرتك قصة هاجر أنا شايف اللي هي مفيش أم بتقرأ بنتها انت فاهمت؟ هي ممكن تكون بعين عن ربنا شوية بس يعني اللي أنا عايز أوضحولها اللي هي تقرب من ربنا شوية ان شاء الله الدنيا تبقى تمام معها وأنا من رأيي لني أجر يعني مظلومة في حتة المشكلة العقلية دي ومتشلتش بالها مثلا بالمشاكل العقلية دي وهي طبعا عندها طموحات وأحلام فلازم أن هي توصل للطموحات دي ها يا دكتور يعني أغلبية الناس قاعدوا لونه هي ممكن تتعالج نفسيا وبقى فيه واعي مجتمعي ولا دا عشان قدام الكاميرا رفنا أقول لك بقى ما لآخر هو طبعا فيه واعي أكتر من الأول بس مش وصل لمرحلة ان احنا نقرر ان احنا نروح للدكتور ونتتعالج بمنطقة البساطة والسهولة دي العيان بياخد خطوة ويرجع الخطوة أنا فيه عينين كده يقول عيادة يدفع الكشف بعد شوية بعد نص ساعة مساحب الكشف ليه هو متردد أصلا هو جاي مش عارف يعني انت بسا بيشوفه برا دخل وخرجت الدفع ورجع لك أنا مش عايز المنتج اللي بالجمودة هو الآن انه يعمل اللي بياخد الخطوة اللي حد نصحه عن تجربة ولقى نتيجة فلو روح للدكتور نفس طب ليه الأهل مش بيعتبروا انه ده فعلا علاج انا بس عايزة لو هنعلق عن هاجر نفسها هاجر شفت بالمرضياتش اقول لك السؤال صريح لأنه أنا خايفة على المشاهدين أنا خايفة على هاجر وفاقي لما أهلا بيعملوا فيها كده وانتا مش سهل هاجر زي الفل هاجر زي الفل وكويسة جدا وما عندهاش فصام ولا حاجة لأنه لو عندها فصام هيبقى عندها خلل وظيفي وخلل اجتماعي وهي عندها فعلا خل وظيفي اجتماعي بس مش بالدرجة بتاعت الفصام يعني هي فعلا عندها خل وظيفي اجتماعي هقول لك ما هي بتقول انه وعلاقتها بأهلها زي الزفت فدخل الاجتماعي وعلاقتها بصحابها سيئة مش رازي بلعندي صحاب خلل وظيفي انها وستوىها الدرسي سيئ وانها مش شطرة وانها هناك خلال وظيفي اجتماعي وعندها أفكار تشبه فعلا الدلالات بس هي مش ضلالات هي لأنه لو هي عندها فصام مش هيبقى عندها القدرة الزهنية أنها تكتب لسالة بالجمال ده وبعدين هي ليه بتزعل أيوة عشان كده أنا عمالة فعلا أنا عزر معاها وبهون عليها أنه ما فيش موضوع يا ماما بس أنا بحب السنة ده جدا والسنة ده لازم تتكلمه بالحجة والمنطق لازم تتحايل عليه ولازم تتكلم معاه وتحتويه وتحس به فأنا مقتنعة مليون في المية برسالتك بس لازم نهزر شوية وندحك بفعلا أنه هما بيقولك أنت بتتدلعي هما بيفكوها بيهزروا معاك أنت زعلانة ليه؟ مش هما كده بيفكوها ولا دي تخليها تخيب وتزعب هي طبعا الطريقة اللي بيقولوا بيها الكلام بتخليها تبقى زعلانة ومتدايقة لأنه هما بيسفهوا أو بتفهوا من اللي هي بتقوله ليه؟ يعني لو أنا مكتابة حد ده يومي هاتي لك سندوتشين شاورمة لنت كده بتقدرني وراجل محترم وفعلا أنا هاتي لجيب شاورمة ونسي تكتابي لا أبري شاورمة ورجع كامل ورجع التعب عادي وفعلا بيبقى فيه كامل يبقى عايز يهون عليه هي كانت عايزة منهم يتفهموا موقفها وأنهم يساعدوها بشكل من الأشكال خصوصا عندها فعلا مشكلة نفسية بس مش فصام لأنه تاني لو كان عندها فصام ما كانش عندها قدرة ذهنية أنها تكتب رسالة بالجمال ده رسالة مكتوبة حلوة قوي وفيها فن الحقيقة وهي أنها تفكر تكلمك وتبعتلك مريد الفصام مش هيعمل كده أصلا مريد الفصام هيبقى عايش في العالم الخاص بتاعه مش عايز يحكي أصلا بالزبط كده وهو عندهم مشكلة أنهم يتفعلوا مع الناس أنا لسه بقول لأعراض السالبة أنه يبقى فيه ألوجيا يعني فكر في الكلام ويبقى فيه أسوشابيليتي يعني نقص التفاعل الاجتماعي دي متفاعل الاجتماعين دي بتبعتلك طب هي عندها ايه؟ وبتكتب لا هي عندها أعتقد ممكن يبقى فيه اكتئاب لكن مش فصام بأي شكل من الأشكال هي مكتئبة والسكتابي خليت قول أن أمامتها يعني أن أمامها دي بتفكر كمان في الانتحار والانتحار ما بيبقاش مع مريد الفصام غالبا يعني مريد الفصام ما بينتحرش إلا لو الصوت أمر أنه ينتحر وده مش موجود هي معندهاش هلاوس وقالت أنه معندهاش أصوات بتسمحها ولا حاجة لكن الانتحار هنا ممكن يكون بسبب الاكتئاب إنها مكتئبة فعشان كده بتفكر في الانتحار وبعدين هي بتقولك إنها بتعاور نفسها كتير وده تلع وحدة من المصافات التشخصية للإطراب الشخصية الحدية فهي ممكن يبقى عندها إطراب الشخصية الحدية وعندها أفكار انتحارية تمام؟ وعندها اكتئاب يعني الاكتئاب هو المصطلح للأفكار الانتحارية لكن ما عندهاش بقى أي شكل من أشكال فصام والاكتئاب على فكرة ممكن يبقى مصحوب بضلالات يعني الاكتئاب ممكن يبقى مع الوقت فيه ضلالات فيحس الشخص إنه مضطهد من الآخرين بس ده بنسميه اكتئاب مصحوب بأعراض زهنية اللي بدأ اكتئاب بصي اللي بدأ اكتئاب وبعدين من قطر الاكتئاب بدأ يحس ان الناس ما بتحبهوش الناس متهضة بدأ يحس ان هو فقير ان هو مالوش لازمة ان هو مش موجود حتى يوصل لضلال عدمية فيه ناس مكتئبة بتقولوا انا مش موجودة لو انا بقى هسألك سؤال وهتجاوبولي بعد الفاصل هل لو حد يشخص ان هو مريض نفسي وعنده طموح وعايز يبقى حاجة كبيرة اوية في المجتمع ويقدر ان هو يفيد الناس بقدراته ويقدر يعمل كده ولا لا استنونا بعد الفاصل فيه ناس مرضها النفسي بيدمر حياتها وناس تانية بتقدر تتعافى منه ترجع لحياتها الطبيعية وتبقى شخصيات نجحة جدا في المجتمع بس امتى المريض النفسي مرضه ممكن يدمر حياته وامتى يقدر يتجاوز المرض ده لو هو فعلا مريض نفسي ده اهم سؤال خرجنا به من قصة هاجر طبعا ده غير الخنقات ربت خلينا انا ودكتور محمد محمود حمودة فوستر فاصل عشان القراءة المختلفة بس انا هسمع بقى اردك على السؤال يا دكتور طيب هو المريض النفسي مش هيعرف يقوم ولا يبقى عنده ارادة انه يبقى حاجة الا لو تعالج لانه احنا لسه بنقول لو هو مريض فصام فهو جزء من اعراض مرض الفصام الافوليشن اللي هو ضعف الارادة ولو هو مريض اكتئاب فجزء من اعراض مرض الاكتئاب الافوليشن اللي هو ضعف الارادة يعني مريض نفسي لعنده طموح ولا عايز يبقى حاجة طبعا ولا عايز مننا حاجة طبعا هو عايز يقعد لوحده لو مكتئب او عايز يفضل لوحده عشان خايف من الناس لو عنده فصام بالمناسبة يعني يعني المريض الفصام مش زي ما هي قالت مريض الفصام لازم ياخد جنب كده وينكمش في جنب تمام لان هو خايف من نواجه ناس فمريض الفصام او مريض اكتئاب او اي مريض نفسي مش هيبقى حاجة الا لو بدأ يتعالج نفسيا يعني هجر مع النقاش لانه 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 الامراض النفسية عشان اقول ان حد مريض نفسي لازم يبقى عنده خلل وظيفي وخلل اجتماعي لو ما عندهش خلل وظيفي ولا خلل اجتماعي فهو مش مريض نفسي كلنا مزاجنا وحش بس منروح شغلنا فاحنا كده مش مريض نفسيين اول ما يبقى مش قادرة تروحي وما تروحيش وتترفدي كده بقيت مريضة نفسية لازم عشان نازم يحسل خلل وظيفي واجتماعي يعني لو قلت الامراض لا تشخص لا تشخص الامراض النفسية بص الا بوجود خلل وظيفي وخلل اجتماعي فانت بتقوليلي دلوقتي يعني انه خلاص مش قادر يكمل انا هوقف الحياة دلوقتي ويعملوا له ما تعملوه فعشان كده رحيمه ماشي ما ينفعش ينجح الا لو تعالك فاهماني خصد ده اصل اللي احنا شوفنا في بيوتيفول مايند انه هو كان راجل عبكري وخد جهزة نوبل وبتاع ومعرف ايه ما هو كان بيتعالج حضرتك يعني هو كان بيتعالج اه يعني مريض وتشخص مريض وتعالج وخد الادوية ولما وقق في العلاج رجع المرض يظهر تاني بالضبط نفس اللي كان حاصل في فيلم اسف على الازعاج انه هو كان خد العلاج فبقى كويس وبدأ يحقق نجاح ولما وقق في العلاج في اخر بفيلم رجع تاني المرض يبقى موجود انا عايز اسألك على سؤال برضو انه يمكن عشان اسف على الازعاج وكان فقط بابا وده ممكن يبقى سبب يعني السكيزوفرينيا بقى بتيجي منين طالما ما هي قارت لنا انا عندي شيزوفرينيا تعال بقى بقى بتيجي منين السكيزوفرينيا نسبتها واحد في الالف يعني كل الالف شخص فيهم واحد عنده فصام تمام يعني نسبة ليلة مش نسبة كبيرة طبعا لما نقسها على عدد سكان العالم او على عدد سكان مصر تلاقي نسبة كبيرة يعني احنا في مصر مثلا مئة وعشرة مليون لو احنا مئة مليون واحد في المئة مليون يعني كام مش عارف ايه رقم من ده كبير قوي ده حاجة كتيرة جدا اه رقم كبير اه رقم كبير احنا لبقى كتير قوي ايوما هو كده لما تقسي الرقم ده انت تسمعيه واحد في الالف ده ليل لا لما تقسيه على عدد سكان العالم شوف الالف يعني شوف المليون فيه كام الف بالزابة واحنا واحد في الالف فانت شوف ده احنا ممكن يا اخي المئة وعشرة مليون دول او المليون ومية قصدي اه حوالي كام حوالي مئة الف اهم ما حسبونا انا المثبه ليش اكتر بكتير اكتر بكتير اه طبعا اه رقم كبير اه هو رقم كبير اه هو ممكن يطلع له حوالي واحد مليون مثلا ازاي الواحد ممكن يوصل لأفكار انتحارية ايه ليوصلوا لكده المرض يوصل لأفكار انتحارية اي يأس من الحياة يوصل لأفكار انتحارية بس اليأس من الحياة خليه تخلص من نفسه يعني يتون عليه نفسه وما يخفش من الموت هذه واحدة طيب انا عايز عرب يعني احنا بنوصلها ازاي بيوصلوا لها ازاي فرويد قال الانتحار ده نظريات بالمناسبة يعني الانتحار ده من الحاجات الطوارئ النفسية أشهر مكان للانتحار في العالم هو جولدن جيت بريتج في أمريكا في سان فرانسيسكو ده أول ما تعمل كانت الناس كلها بتروح عشان ترمي نفسها المنتحرين يعني نسبة الانتحار في العالم عالية جدا نسبة الانتحار في أفريقيا أعلى من باقي العالم فرويد قال إنه فيه نظريات فيه نظرات في الانتحار فرويد النظرية بتاعته بتقول إنه ده عدوان تجاه الآخر الشخص بيحوله تجاه إيه نفسه إزاي فأنا عايز أقتل اللي قدامي لكن لإني ما ينفعش أقتل اللي قدامي فكرر أحول العدوان بتاعي تجاه نفسي يعني كله ظلم من الناس مثلا أو أنت كاره اللي قدامك وعايز تقتله ومش أتعرف فتأذي نفسك بالظبط كده فهو دي نظرات فرويد دي نظرات تحليلية زي ما حد لما يجي أن تحليليك الرسالة دي البابا إنه هو لوصلني لكده يعني بالظبط كده فهو ما يقدرش يقتل أبوه فقرر أنه يقتل نفسه دي نظرات فرويد دي واحدة من النظريات لا عايز أسمع أيوة عايز أسمع دي واحدة من النظريات إنه هو عدوان تجاه الآخر حوله الشخص تجاه نفسه لأنه معرفش يطلع على الآخر فدي واحدة من النظريات تمام نظرية تانية وديه النظرية الأشيع النظرية أولية دي تعتفرويد اللي هي تحليل نفسي إنه الإحباط واحد من الرياكشن تو فروستريشن هو الانتحار فكرة إن أنا أحبط أحبطت في أي حاجة أحبطت في أي حاجة الإحباط ده ممكن يخليني أقرر إن أنا أهرب فأنا باهرب بالانتحار يعني في جوازة أو شغل أو أي حاجة أو باهرب آه أو باهرب بإن أنا أسيب بالمسؤوليات بتاعتي وسافر وأعمل أي حاجة فهو نوع من الهروب فالنظرية التانية بتقول إنه الانتحار ده نوع من إيه؟ من الهروب لأ أنا بسأل إنه أصل هي بتحصل وبتبقى شائعة جدا يعني في السن الصغير لو لسه مش مدرك قيمة الحياة أو في الناس اللي عليها سبوتلايت بتلاقي إن الأغلبية ممكن ينتحروا فعلاً مشاهير اللي عليهم سبوتلايت بتلاقي إنه إن نسبة كبيرة جدا لازم يكون الانتحار نابع من مرض نفسي مفيش حد صحي الصبح من النوم قال بسم الله الرحمن الرحيم توكلته الله هنتحر مفيش حد زهق من حياته فقالك أنا عايز أنيها بطريقتي مفاهمك زهق من حياته لازم يكون وصل لمحط الاكتئاب أشهر حد منتحر كان روبين ويليمز روبين ويليمز ده بتاع فيلم جومانجي الجزء الأولاني اللي هو بتاع يوميات ماما ومش عارف إيه لما كان عمل سد روبين ويليمز كان عنده بايبولر ديس اوردر دا اللي كان بيتحك في الصورة مع علتو الآخر أنا أحد من الناس اللي مش فسدى لحد نظر إچنا تربينا على أفليم ويليم اللي هو ترابوك دانس نائل كطب ترابوك دانس نائل كطب دا العيام بيكون عنده نوبات هوس ونوبات اكتئاب في نوبة من نوبات الاكتئاب روبين ويليمز دخل وقف على نفسه وبطل يتعامل مع الناس ومتعالجش وما تعالكش فزودت كل حاجة ما بقى بالضبط كده فوصل للانتحار فما فيش حد بيصحى صبح من النوم عشان أنا محبط هنتحر فاهماني لازم يوصل الأول لمرحلة اللي اكتئاب وبعدين يكرر الانتحار تفقنا؟ طب هو مش أي حد يقول لي هنتحر يبقى هينتحر؟ لا فيه ناس بتهدد زي بوردالاين برسوناليتي هاجر بتقول كده ما هي هاجر بتهدد بالانتحار عمرها ما هتنفذ لأن أنا لسه إليك من شوية هاجر بتقول إنها بتعور نفسها ودي واحد من الخصائص هو أنا بهددهم بالانتحار عشان يحبوني أكتر ويحتووني أكتر التراب الشخصية الحدية والتراب الشخصية الحدية المريض دايماً بيهدد بس ما بينفس عشان يحبوني أكتر ويحتووني أكتر؟ عارفة بقى بتحصل؟ بتحصل إمتى؟ إن هو بيهدد وبعدين يتطوبة في المعطوبة فهو واقف عصور وبيهددهم إنه يرمي نفسه وقمت رجليه اختلت فوقع فعلاً فاهماني؟ وما أكثر دول يعني كتير من التراب الشخصية الحدية لسه أقول لك الحركات دي دي بتجيب من الآخر دي دي بتجيب جامد قوي بجيب مع الأهل حلوة قوي دي واني الأهل يقول له موت نفسك فلاقيه ما عنده مش حلوة يتطرب يموت نفسك يا مني أعرف إذا كلك كرمتي فيتكلم بجدد في ناس تعمل كده بالضبط كده بالضبط كده فهوما دايماً بيبقوا بيهدده مش عايزين ينفزه بس الأهل بقى يضغطوا عليهم أو هو يعني اتزانه يختل فيقوم وقع فعلاً فيقوم الأهل يضغطوا عليه فيقوم ينفذ فعلاً هو بينفذ عشان يقول لهم إنه هو بيتكلم بجد لكن هو لو قالوا له لأ ومعليش وبتاعه هيسيب طب إحنا يعني مفروض الأهل يتصرفهم على حاجة الخريبة لك إحنا برضو الغزبنا عنا تربيتنا وكعرب وكحنا جامدين قوي وريني يا أخريك يا أبي ما تعملش كله قول الحقيقة بقى مفروض الأب يعمل إولانت بتتدلعي إنتي مش عارفين أرد أقول إيه لو تقالي رد زي ده وأنا عرف إنه بيهدد ما عرف إنه بيهدد مليش إلا دنايا ده أنا متأكد يعني هنفترض إنه قد متأكد إنه بيهدد هقوله معلش حقك علي طب وصيب بس اللي إنت بسكه ده تعالي أنا أتكلم طب أنا هعمل لك اللي أنا عايزه واخده بالراحة وبهداوة طب لو أنا عارف إنه بيتكلم جد بقى إنه هو بيهدد طب ما أكيد ما لو بيتكلم جد بقى أولى إنه يعمل كده لكن هو بيهدد هعمل كده برضه فأنا هاخد أي تهديد بالانتحار على محمل الإيه الجدية على محمل الجدية حتى لو هو تهديد وأنا متأكد طب أقول لك على حاجة لازم أخبر رحمة الجدية بجد أقول لكم على اعتراف يعني مش أقول رأيه في الآخر أنا أقول لكم دلوقتي على طول إنه جيت أعمل في محمل الحركات دي أنت هتديني لأنا عايزايا ولا أمي نط من عصور كنت لسألة صغيرة كنت لأنا عاملها قبلك أمي نط من عصور طبعا أنا خفت وجبت وراء في الثانية كنت مستدعي اللي أحكي لهجر القصة دي كلنا يا أمي بنعمل الحركات دي عشان أنت كنت صغيرة ما هددهم بقى بقول لكم إيه لو هددت دلوقتي ونت كبيرة وقالولك طب أمر من نفسك لا أقول لهم طب ما تيجوا النط كلنا معقولة تسيبوني نط القحدي ما تيجوا النط كلنا بفتلك كان وحش قوي قوي يا شكلي كان وحش جدا على فكرة ومش يدخلت قطي عادي خلاص ولا لقاوة قتلي أنا جاي من هناك علينا احنا لو عايزيني أقول نصيحة لحد ابنه بيهدد بالانتحار ايه بقى اتعامل على محمل الجد حتى لو كان طف حتى لو كان طف طب هو هيتهزني على طول حتى لو كان طف لأ أنا هتعامل على الانه بيتكلم بجد تكلم معي واتناقش معي والتربية الإيجابية يا دكتور ده غلط وكل حاجة يعني أنا هسيبه خالص وقل له لا يا ابنه هو هتعمل كده أول ما يتزل انا هدند كلمة التربية الإيجابية اه انت ضد انا عايزة اختم معاك بالكل وقاوة دي لأنه اصلا التربية لفظي إيجابي ماينفعش يبقى التربية الإيجابية مافيش تربية سلبية مافيش اتنين إيجابيين لا مافيش تربية سلبية ماينفعش يتبقى تربية وسلبية بعدين هو أنا هعيش فهي لازم التربية دايما إيجابية يعني أنا بيعديش عيال بس هل أنا هعيش عمري كله وببرق للطفل بس يعني معقولة مش يبقى فيه أي نشاط ما بينه احنا هنعمل أرشيط هنعمل كل حاجة لا نشاط ان انت تقرص أرصى ان انت تقوم انا بتخليش اكلي بحش قدام الناس لازم لازم كمان خدي بالك يبقى فيه عقاب لأنه هو سنة الله في الكون كده انه فيه جنة وفيه نار بيقولك عقبون انت تقوله مثلا انت يعني فيه عقاب ان انا تقعد على الكرسي ده مايشوفش لا نوع من العقاب أنا موافق مفيش سويتس مفيش حلويات مفيش نوع موافقين كل والضرب من سيبه المين الدرب ده اخر مرحلة من العقاب بس موجود برضه بس اخر مرحلة يعني مش لازم ألجأ للضرب انا بحيب الارثة دي جدا يا دكتور حمودة ودي معناها حاجة في الطب النفسي اه معناها الارثة اه معناها ايبا معناها انك عند غل يا سيلي ما هو هو بيبقى الطفل غلك يعني انا وصلة لاخري وعمل اقول بس بس ونقعد قدام الناس لايه الطفل عمال يرمي عليك الحاجة ويديك كلمة تقولوا معلش مستنين نونة وبالربية تربية يا جباية ما لازم هارجع لبيت اعمل حاجة ايو ما لازم يقاليا موقف يا اخي احنا بنعمل موقف في كل حاجة بس مش اول موقف يبقى الضرب فاهميني يعني احنا هنعمل موقف بس مش اول موقف يبقى الضرب وحتى لو هضرب زي ما انتي قلت كده ما بقاش فيه اهنة فالمفروض الضرب ما يهنش الطفل وما قلش من قرامة الطفل ولا من ثقته في نفسه حاجر حاس ان هي اهلات عاملوا معها باهانة لان هي بتقولش تيمة واهانة عشان كيف ترك كلمة دي وحاسة ان هم قللوا من ثقتها في نفسها اه طبعا ولازم يرجعوا نفسهم ويساعدوها ان ثقتها في نفسها ترجع تاني ويقفوا جنبها ويتفهموها وياخدوها لدكتور نفسي عشان هي هجر عندها اكتئاب وعندها سمات شخصية حدية مش عندها خالص فصام وحلمها ان هي تحقق ان هي تبقى دكتور علامية لو بدأت تتعالج فعلا وبدأت تاخد التراكي الصح بس لازم تتعالج عشان يبقى عندها ارادة انها تنفس ده في حد عندك تقاب يتمنى ان هو يبقى دكتور علامي او يوصل لعالمية دي بتقوله على مستوى اللسان ما فقدش للشغف لا هي فقدة الشغف بتعبش حاجة هي بتقوله على مستوى اللسان ايهما فيه فرق ما بين ان انا عندي حلم وان انا بحقق الحلم احنا المفروض ناخد ستيبس عشان نحقق الحلم فتلاقي واحد قاعد ما بيعملش حاجة في حاجة ويقولك عايزة اتخل كل الطب طب ما تذكر ما فيش اه هو بس كده كلام طب مش على مستوى كل طب مش على مستوى الكلام فهي كده هي فقدة الشغف فعلا لانه هي بتتكلم لكن ما بتعملش حاجة الكلام حلو بس الافعال اهم لازم تنفس بالزبط نورتين يا دكتور حمود ناردا ما تخنقناش هو ناردا تطلعين نفس الرأي الحمد لله نورتين يا دكتور نورتين يا سلي واشكركم جدا واستنىكم في حلقة جديدة وقصة جديدة بس تكون قصة حيائية باي باي